السلام أخوتي كديري اللي بس عليكم بخير تكون إن شاء الله وكلكم بخير والأخير اليوم الموضوع ديال اليوم هو الثكن وكنا نعرف الدعم لدفاعات الدولة للثكن هو واحد مشروع ملاكي ليه هو كبير وكبير بسعف في هذا الفيديو هذا سوف نعرف من هو المستفيد الأكبر من هذا الدعم ديال الثكن هما واش أشخاص واش قطاعات واش شركات واش يتعامل هنا يعني هذا المشروع هذا غادي يدير الدخل على بزاف ديال الأوثر المغربية في أي مجال وغا نشوفه الأشياء اللي غادي يتم الإنعاش دياله بهذا المشروع الكبير ديال الثكن هنا أتكون مداخل خاصة لبعض الفئة منها بيوتها ديال الناس أنها غادي تحلوا يعني واحد لعائلة واحد أشخاص أنه مختمين مواله ومجوج أن هذا الشخص فهذا المشاريع اللي غادي يديره من ديال الدعم ديال الثكن غادي يشتغله في هذا القيطع هذا وهنا غا نشوفه واش أن هذا الثكن هذا هو أشخاص غير مقاولات الكبرى أو بالمقاولات الثغرى أنا هنا تنبغي يعني كان حتى لوحد النقطة أن يبدوا بالمقاولات الثغرى وخا أن الفلوث عندهم ضعيف وحتى شوية ولكن ما غا تجي البنكة غا تدعمهم بداية الدعم ديالهم باش أنهم يديروا مشاريع وباش أنهم يديروا البنية التحتية للبلاد باش أن ناس وحد أخرين أن الاقتصاد الوطني حتى هو غادي يشتغل ونسبة ديال البطالة حتى هي ما غا تبقاش بهذا الكم هذا اللي كينا حاليا وهنا غا نشوفه الشركات يعني اللي غا تستافد بواحد الفئة اللي هي كبيرة وكبيرة بزاف وخاصة أن هات الشركات هذو موجودين في البورثة ديال الدار البيضاء منهم أول شركة هي كولورادو كنا كنا نعرف كولورادو الشركة ديال الثباغة تقريبا هي الرقم واحد في المغرب اللي عندها يعني واحد الكاليتي ديال الثباغة اللي هي انترنازيونال هنايا ما ننساوش حتى الشركة ديال الثلاثي اللي كتبيع الحديد اه الشركة الكبيرة في المغرب اللي كتبيع الحديد ديال البناء حتى ينس غادي تم يعني رفع الأثهم ديالها في البورثة من ضمن هاد المقاولات ديال المنازل اللي غادي تم البناء ديالهم في المغرب وكانين لنا شركات عدة كانين بزاف ديال الشركات اللي غا يستافدوا من هاد النقطة هادي وانا هنايا اقول لكم واحد الاقتراح قامت به الدولة المغربية وخاصة الابناك هنايا غا نشوفوا واش هادا حل يعني كان مقرر من شحال هادي او لا تثوروا معي ان المغرب قررت انها تبدل الفلوث ديالها يعني الفلوث العملة المغربية تبقى نفس ولكن غير الفلوث انها تبدل وتجدد لماذا؟ حيث هنايا مقبلين على واحد الاقتصاد اللي هو غادي يكون ضخم وعدنا في واحد الفئة اخرى من المغربة انهم كيخبيوا الفلوث كلما كيتيقش في البنكة كيخبي فلوث وفي مخدة تيدير مثلا صندوقها في الدار تيخبي فيها فلوث ويخبيها في الحياة كيفما كنا كنشوفوا حنا شحال هادي الناس من اللي كيبغو يريبو الدار كيلقاوا الفلوث مخشية ما بالحيوطة هنا قامت الدولة المغربية انها باش انها تطبع ولا تثك واحد الفلوث جديدة والفلوث القديمة باش انها تدخل البنكة باش انها يضطر اي مغربية كيفما كان نوعه مخبي الفلوث في داره انه يهزهم ويديهم البنكة ويديهم علاش حيث الفلوث من بعد واحد الفينين ما غد بقى عندهم حتى شي قيمة يعني وخديها للبنكة ما غاديش يبغيو انهم يصنجلوا الفلوث القديمة بالفلوث الجديدة يعني هذا واحد الاستباقية دارت الدولة المغربية باش ان الناس كاملين يقولوا يتعاملوا بالبنكة باش ثيولة المالية تكون موجودة في البنك باش تلا بغايت انها تثلف العقار السحب العقار او الناس اللي غاي شريو هاد الساكن الجديد هذا تلقى باش انها تكون عندها واحد ثيولة مالية كتيرة باش انها تخرج وتثلف الناس واستفدوا الناس وتفتافد البنكة اه وتفتافدتها باش انك تبدل الفلوث اللي عندك في الدار ومخبئة ومخدمة ماحتاجي حاجة علاش لان الفلوث خطا تكون بواحد النفبة اللي هي معتديلة اللي خطا تكون خارجة للثوق المغربي علاش ما خطا تخرج بواحد الكترة اللي هي كتيرة باش انه ما يوقعش واحد تدخم اه ما يوقعش تدخم اه ما يوقعش تدخم والفلوث المغربية ما يبقى عندها حتى شي قيمة كيفما دول افريقية كيفما احنا كنشوفو انه كيبغي يشري بياء يشري مثلا تلاجة خطوا يدي معها كروثة ديال الفلوث يعني هنا الفلوث ما بقات عندها قيمة والاكترية من هنا في المستقبل ما غير بقاوش ما غير بقاوش بزاف ديال الدوال انهم يتعاملوا بالكاش كلهم غيرتعاملوا بالكارد بالبنكة بالتليفونات بالابليكاسو للبنكة وانانا غنى ضر على بعض الناس انهم تدينين وما تبغيوش الريبة كلي يقولك اه الاكبشي تخليت الفلوث من البنكة انها غتزيد عليها واحد الاستفادة وهذه كتسمى الريبة متافق معاكم فضل النقطة هذه ولكن مؤخرا خرجوا بعض الابناك اللي هي ابناك اسلامية وخفة موجودين في مدينة الريباط وفي المغرب كامل لانهم تقربانا دي واحد للعشر الثانوات باش بدأوا العمل يعني انهم يثلفوك بلا فائدة بلا احتشي حاجة هنا كان نصحكم انكم تقلبوا على هاد الابناك هادو منهم نقدر انني نعطيكم واحد اسم ديال واحد للبنكة للاسم ديالا الصفاء انكم تقربوا في يوتيب او في جوجل او دخلوا يعني الان المغرب كامل وانهم يثلفوا بلا فائدة بلا اتشي حاجة يقول لنا او مثل الفوق بلا فائدة بلاوالو شنا وربح ديالهم من هات الثلاثة هذا هاتش هذا يعني خاص بهم هما لان بالثبت ديال الناس كي بغيش ريضان من الليك يشوف تقول لح إيلا اخذ ديت عشرة غد فضلي ثلاثة وديك ثلاثة ريبة وهنا يلا كي يحرم الريبة من هاتش كامل غد بشو تشوفوا هات البنكة هاتي وغد دوروا جميل أبناك المغربية وهي من الأكترية ديالها كانين بزف ديال الابناك وغد تشوفوا كل ابنكة كيفاش كي يكون الثلث ديالها كل واحدة وعندها الطريقة ديالها ديال الثلث وكيف ما قلت في اللول ديال الفيديو أن المنعيشي العقاريين حتى هم ما غانا يستفدو ولكن بلاشي بلاشي ماشي الكبار حتى المنعيشي العقاريين صغار اللي عادبادين بواحد مبالغ اللي عندهم قليلة غادين بداوتهم يخدموا وغايحلوا بيوت وغمانيت هيخدموا معهم أوثار وحدة أخرين يعني هنا نسبة البيط على غادة تنقص في المغرب يعني في هذا الشكل هذا من البناء اللي غايكون بناء عفري صراحة أشياء هنا جميلة وجميلة بزار هنا كتاح فورف دير الشغل كثيرة في هذا المجال هذا يعني كي يخدمون دي فين عاملين بناء حدادة ثباغة نجارة كل شيء غادي يخدم يعني مليكة تشوف واحد الإقامات أنهم كيتبناوا عرف جميع الطياف دي الناف اللي عندهم من حيرف أنهم غادين يخدموا هنا ما مختفرات غير بشركات كبار لا تب شركات صغار حتى هما غادين يخدموا في هذا المجال هذا